لو حضرتك قاعد نهاردة معانا في ليلة الصلاة وقاعد تنتقد في الناس اللي بيصالوا وانتاش طرقتنا مش نظامنا مش بتش عارف ايه إحيات ابوك روح إحيات ابوك تروح ليه يا حبيد تهديد حلاكة روح يا عمي نام عشان خطري خطري مسيح روح رتاح ما تدفعش خلاص انت ام انت بس ضربت تلات اربعة وحتضرب بكرة كمان اليوم ضرب منا خلاص فانت بتصارع فامر انت مش مقتنع بي هدي مصيبة ان احنا بساعات كتير قوي بنام من حاجات نقلدها ومش مقتنعين بتعملهاش بس هايزة اقول لك هزا كتاب كتاب حياة هقول لك المفاجأة العظم المسيح قال الحاجات اللي انا اعملها تعملوها وتعملوا ايه طبعا على طول حضرتك تفكر في ايه في المعجزات يبقى حضرتك هتعمل المعجزات لا حدل 25 ألف نسمة وهتعمل عجز اشباع الجمعة هو ده اخر خيالك اخر ده حاجة الحاجات اللي انا بعملها تعملوها وتعملوه اعظم منها اللي هي ايه اصلي طول الليل ليه ما جاتش في بالك ديه ما ده العمل اللي كان بيعمله انه بيصلي طول الليل ويخدم طول النهار طب ما نعايز اعرف ما حدش جاش في بالك انه هناك فيه سر في الصلاة طول الليل ما نعرفوش احنا ما حدش عافين يعرفوه طب وانت عارف المسيح لما عادة 40 يوم في البرية كان ايه اللي حصل ولا نعرف دي اسرار تاخدها امتى لما تعملها يديك سرها عايز اقولك النهاردة فيه سر سر اسمه سر انك يحصل فيه ايه زلزلة والدنيا تتزعزع بتزعلك حكا اللي لم تمر بهذا الاختبار لم تمر بهذا الاختبار حتى انك انت وانتي وانا كده كده يعني ايه سقوط قيام سقوط قيام سقوط قيام ونقضيها كده واحد اتنين اتنين واحد الان تختبر هذا الاختبار هذا الاختبار مش بالضرورة يكون مادي ممكن يكون مادي في احيان اخر لكن مش بالضرورة يكون كده ان الاساسات السجن تتزعزع سجن حياتي ان القيود الجميع تتفك ويمكن حكيت لكم قصة البنت اللي هي كانت راحة بعيد ورجعت وحد من الاباء صلى لها بعدين وهو بيصلي وكنيسة فضية سمعه طوق حديد اتهبد على ارضية الكنيسة وانفكت قيود الجميع ده اختبار اختبار واختبار ده يجي بعد صلة وتزبيح ممسوح مش كتير صلة وتزبيح ممسوح انا اقصد الكلام اللي اقوله ممكن تصلي ايام طويلة بس ما فيش تزديق قعد انتع والحاجة لكن ممكن تصلي صلوات قليلة ممسوح ممسوح مصدق تطلع متفكة قيودك وقيود غيرك دي نعم ربنا يديها لك وتختبر هذه الزلزلة يحصل فيه زلزلة تنفك وتعتق من قيود ربا ممسوكة فيك بقالها سنين خلينا يسألك سؤال المساجين اللي كانوا مع بولوسوسيلة مسجونين بقالهم قد ايه انا عرفش يمكن ربا ما يكونوا سنين انا عرفش صح مربطين في حديد بقالهم سنين انا عرفش انا كل اللي بادعوه انك انت تصلي وتطلب ان تختبر هذا الاختبار اختبر ايه هذه الزلزلة اللي هو الاساسات تتزلزل الاساسات تتزعزع الابواب تتفتح القيود تتفك ومتدخل بعديها الحياة تانية خالص نضع تانية